ولكن روح الفانيلا الحامرة اللي احنا بنتكلم عليها دايما كتير جدا حسمة الفارق لصالح النادي الاهلي في مباريات القمة بين الاهلي والزمال تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح مراسل قناة الاهلي ونطمن منه على الأجواء وفندوق الإقامة فاضل يا فاروق كل اتحايا لك كابتن نايمان وكل اتحايا لكل مشاهدين ومشاهدين ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان من هنا من داخل مقر إقامة تفاريق النادي الاهلي وآخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهة تفاريق الزمالك في مباراة القمة 124 المباراة المؤجلة من الجولة العشرين للدوري المصري الممتاز لصوت يعلو فوق صوت هذه المباراة مباراة في غاية الأهمية في غاية الصعوبة في مشوار النادي الاهلي في بطولة الدوري الممتاز ده اللي أكد عليه الكابتن سامي أمصان في كلامه مع اللاعبين طبعا كابتن سامي القام بعمل مدير الفني وتولى القادة الفنية لفريق النادي الأهلي طبعا بعد رحيل مستر بيتسو موسيماني أمور كتير جدا الفترة طبعا كانت قصيرة جدا كابتن أيمن طبعا بعد رحيل مستر بيتسو موسيماني كابتن سامي موسيمان طبعا قاد الفريق في مباراة الشرقية للدخان نهاردة مباراة صعبة ومباراة قوي جدا أمام فريق الزمالك حلم السرية فرضها النادي الأهلي على استعداداته في الفترة الأخيرة طبعا ودخل فيه معسكر قبل المباراة بـ 48 ساعة أكد أمور كتير جدا الكابتن سامي أمصان خلال هذه الأيام الماضية أمور كتير جدا مع اللعبين على ضرورة تحقيق الانتصار في هذه المباراة اشتغل في أكثر من شق سواء الشق الدفاعي أو الشق الهجومي طبعا مع عودة ووجود اللعبين العايدين الدوليين من المشاركة الدولية حالة الجازية اللي احنا شفناها من اللعبين طبعا كابتن سامي أمصان اشتغل على أكثر من شق مع العبين زي ما قلنا في الشق الدفاعي والشق الهجومي أيضا الشق النفسي والدوافع النفسية اللي بيخلقها الكابتن سامي أمصان ودوره المهم جدا مع الكابتن سيد عبد الحفيز طبعا عند انضمام الكابتن محمد شرف كمدرب عامي اشتغل على أكثر من شق ويساعد في هذا الأمر طبعا القط الليبس أو كباتن فريق النادي الأهلية ممثلة طبعا فيه الكابتن محمد الشناوي الكابتن وليد سليمان الكابتن ربيعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يعني مباراة دائما بتصنع النجوم أو بتصنع اللعابين في لعيب عارف عن何 قدر هذه المباراة بالنسبة لهم وبالنسبة لجمهور النادر الالي أيضا ان المباراة مهمة جدا في مشوار النادر الالي كلها أمور وصلة لعبة النادر الالي عارفين مدى تركيز هذه المباراة عارفين هزاي ان شاء الله انهم يعني ان شاء الله يكونوا موفقين في هذه المباراة كابتن سامي دائما في الجلسات PAW احنا شايفينه كل مع اللعبين جلسات سنائية مع اللعبين التحضيرات فنية مهمة جدا طبعا اشتغل في التدريبات الفترة الأخيرة على معالج بعض السلبات اللي كانت في الفترة الأخيرة تفرج طبعا على أكثر من مباراة للنادي الزمالك ونبه وأكد على اللعبين على صعوبة المباراة وعدم التطرق وعدم النظر تماما لمباراة الدور الأول اللي كانت تنتعي بفوز النادي الغالي بخمس أداف مقابل لسلسة أداف ركز مع اللعبين ننسى مباراة الدور الأول ننسى أيضا الغيابات الموجودة عند نادي الزمالك نادي الزمالك مع مدير فني ممتاز مستر جسفالدو في فريرة وأكد على هذا الأمر وطالب اللعيب أن نحن لازم نركز في هذه المباراة خطوة مهمة جدا عندنا ثلاث مباراة مؤجلة إن شاء الله نحقق الانتصار النهاردة ثم يتبقى إن شاء الله ثلاث المباراة المؤجلة إن شاء الله يحقق فيهم الأهل الانتصار علشان يتصدر وينفرد بيه جدول البطولة بإذن الله تفاصيل اليوم النهاردة يا كابتن أيمن اللعب اللعب اللي يتناول وجبة الافطار في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثانية طبعا المحاضرة الفنية للكابتن سامي أمصان في تمام الساعة الخامسة والنصف اتكلم في أمور كتير جدا بعد المحاضرة احنا شايفين ولمسنا حالة التركيز اللي عليها اللعبين حالة الثقة طبعا مش عايزة يعني أزيد في هذا الأمر يا كابتن أيمن لكن أأكد لك إن شاء الله يعني النهاردة العيبة في كامل تركيزها بإذن الله نكون موفيين مع توفيق ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله نكون قادرين النهاردة نحق المباراة على فريق النادي الزمالك أتبقى إن شاء الله توفيق من ربنا بإذن الله يا كابتن أيمن إن شاء الله يوم يكون موفق لفريق النادي الآلي جديد تعود الكلمة لكابتن أيمن شاوي شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح فاروق طمننا على الأجواء هناك وأنا الحمد لله رب العمين الواحد بيبقى متطمن عفوان من وشوش لعيبة النادي الأهلي